اهتم بالمسمى الوظيفي لان ممكن تطلع على مسمى الوظيفي مكتوب فني او عامل او حاجزة كده وانت ممكن تكون مهندس او دكتور او محاسب ففي حاجات ميزية بتخسرها ممكن مثلا في بعض الوظائف لا تقدرش تجيب الزوجة من ضمن القوانين في قطر مثلا انت لا تقدرش تجيب الزوجة لو مرتبك قل من 10 تلاف تمام فلو انت مرتبك قل من كده او وظيفة كده بتغلط مش يقدر تجيبها وهتبقى تجيب السفر لبعض الدول بيطلب فيز معينة اللي مرات نسلا بيقولك ان انت منسى ودكتور بتبقى الفيزة اسهل فحاول انت تجي على مسمى الوظيفي بتاعك واعرف الايرا الوفر كويس انت ممكن الوفر يكون مكتوب بالطريقة يعني مثلا كل حاجة عليك ولا حاجات عليهم ولا هما هيديك بذل سكن ولا هديك هما الفوسهم تتصرف وهل في بدل موساط ولا لا اه ممكن يقولك بدل سكن وتكتشف ان انتوا قاعدين انت في قوضة فلو في اي حاجة باش واضحة تزل بهم اسألهم لو هديك سكن عائلي هديك قوضة وصالة ولا قوضة واحدة ولا مع التفاصيل دي بتفرق لو لو بش هديك سكن هل في بدل سكن ولا اه لو انت متجاوز وعادة تجيب اسرتك العادي ان انت بتجيبها بعد ستة شهور تمام لان انت لازم بتجيب ورقة من البنك ان انت مرتبك تتحول لك ستة شهور بس انت ممكن تجيبها الزيارة تمام اول ما يطلع لك الاي دي القطري يبقى من حقق ان انت تجيب تجيبها الزيارة ثلاث شهور بقية الجدلية ثلاث شهور فكل ستة شهور عادة تقدر تجيبها معاك تمام اه واسأل على موضوع العجزات انت ليك كمين في السنة في بعض شراجات بواحد عشرين في بعض الشراجات بتبقى ثلاثين يوم ويقول لك مسلا ممكن تخدهم بعد ستة شهور فلازم تبقى عارف النقطة دي كويس اولا المواصلات تقريبا ما فيش مواصلات عامة يعني كان في واحد لسه جاي والشركة بتسل بيه انت فين قال لهم انا هركب ميكروبس ويجاي مفيش ميكروبسات اصلا اللي موجود تاكسيات او افضل يبقى عندك عربية التاكسيات بتبقى فيه يعني غالي شوية تبدأ بربعة ريال وتبقى كل خمسين متري تقريبا بريال فعلا لو انت رأى من شغلك بعيد هتلقي ستكلفت تمام يعني اول ما جيت اا قطر كان اا كان فيه فندق جنب الشركة على طول هيبقى بربعة تلاف ريال او في ساكن بعيد في ساحات اسماعين خالد هيكلفتني تقريبا الفين ريال بس لما حسبتها لو لديت التاكسي هيخد اكتر من الفين ريال وهضيع الساعة رايح وصاعة جاي فاقولت لا قاعد في الفندق احسن تمام اه فيه فيه ناس بتمامشيات تاكسيات العربية بتاعتهم تاكسي وكده وده مش قانوني بس بيتفق وفيه اتباسات بتقدر تجيب كرت وتركب يعني اه كويس بس انا ماركتهوش اه وما فيش تاكاتك لو حد بيسأل على تاكاتك مفيش اه افضل حاجة ان انت تشير العربية البنزين الليتر تريد ما مش عارف بريال ونص حاجة زي كده هو يعتبر اه مدعم او يعتبر اه رخيص نسبية اه المخالفات المرورية انسى انسى اه رهيبة يعني يعني دولي ربنا بعدها ان الحمدان لما عملتش مخالفات بس المخالفات رهيبة اه قسر الاشارة بستلاف ريال وممكن ممكن تبقى اقل بس هو ده العادي يعني لو قسرت اشارة بستلاف ريال في واحد كان لسه جاي اول يوم كسر اشارة بستلاف ريال مرتقة بتاع كل ضاعها فرحت حال عليهم والرجل اللي سعب عليه قال له يريم انت لسه جاي طيب خلاص اا في مخالفات كتيرة بستلاف ريال خمسا تلاف روحا.. حاول ما تجي شعا نفسك اوي وزن الامور ما مضيفش كل وفي نفس الوقت ما مضيفش على نفس الجامل وفي ناس يعني اعرفها في اوروبا واتكلمني كتير انها تيجي دول الخليج تعيش فانو بتسغرب فبسألهم هي فيها موازنات دول خليج فيها بيزة ان ما فيهاش ضرائب حتى الان الحمد لله لأسباب سياسية وهي ان الحمد لله في موارد طبيعية موجودة زي البترول والغاز الطبيعي والحاجات دي كلها في البلاد الاوروبية ما عندهمش الموضوع دوت فبيفرط ضرائب بس فيه اشراف كامل على الحاجات دي فبتصرف الموارد اللي بتيجي من الضرائب بتصرف على مكانها يعني لو انت في شهر ما اشتغلتش بيجي يقول لخد الموارد طب هو وقال لنقطك عشان تشتغل طب خد كورسوات خد كذا فبيتلاقي الفلوس ديت تمام بتلاقي رعاية صحية كواسي جدا بتلاقي ما بتفكرش في حاجة انت مدارس مثلا بتلاقي شبه مجانية كل حاجة شبه مجانية لان انت خلاص بتبقى الدراج في حدة 40% بس التأمين الصحي مجاني يعني في مثلا الناس كتير جدا في امريكا تقولك بالشكل ان التأمين الصحي في الدول كتير في اوروبا زي فرنسا زي نرويج رهيب جدا التأمين الصحي مجاني كل حاجة انا جربت الموضوع ده هنا في قطر يعني زوجتي تعبت وكان لسه معز عنده تقريبا 73% اتصلت بالاسعاف خلال 6 دايق كانوا معي فالب الشقة يعني انا بطلس لقاله قال لي اهاتلي الرقم العمارة مش حافظ الرقم فرنزلت بكالمه لقيت صوت الاسعاف وراح طلعين معيه في 6 دايق كانوا معي فالب الشقة وعلى طول تعالى معنا وروحنا بها المستشفى وكل حاجة ما ندفع ناشو لشيني دي دي من دي من الحياة الكويسة بس ده ده لان هو كان طوارق بس لو انت ده عايز تعمل مثلا اه حاجة في الاسنان حاجة في كذا بيتكلف غالي عشان كده اولا كنعمل التأمين برا بتلاقي في خدمات كتيرة والليها في الدول الاوروبية واستراليا والنرويج واستراليا بتلاقي المدارس مجانية بتلاقي الحياة مجانية بتلاقي العشاء افضل ما بتعرفش السفر على نفس المرتب اللي انت باخده في الدول الخليج بس في نفس الوقت ما بتخسمش منك الضرايب يعني انت بتوزي بتشوف انت عايز ايه تعمل وطبعا بلدنا بتبقى جو احسن وابتعد مع اصحابك واجواء جميلة كل حاجة فانت بتوزي بحيش ان انت تشوف ايه اللي انت محتاج ايه اكتر ويعني ربنا يكري ان شاء الله ونتمنى كل المزايا تبقى موجودة في بلادنا وبلادنا جميلة وبلادنا احسن بلاد وابينا ان شاء الله تبقى احسن وتبقى ناس كلها اجيلها باذن الله سمحوني ان احسنت انها طوالت عليكم بس اتمنى يكون الموضوع كويس ولعندوك ايه اسئلة اكتبوها في التعليقات وان شاء الله نجاوب عليها باذن الله والف شكر لكم اشتركوا في القناة